اشتركوا في القناة وإنسان أقرب ما يكون من بعض أضخم وأخطر الحيوانات على وجه الأرض إن كانت هذه زيارتك الأولى مرحبا بك لا تبخل بالضغط على زر أعجاب اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات كي تتوصل بجديدنا أول بأول وحيد القرن من بين أخطر الحيوانات العاشبة وحيد القرن يمكن أن يصل وزن هذا الحيوان إلى أكثر من 2000 كيلو جرام ويشتهر بقرنه الأنيق على الرأس الذي يجعله كذلك هدفا للصيد غير القانوني سنة 2014 خلال رحلة السفاري بإحدى الدول الإفريقية اتجه أحد هذه الحيوانات العملاقة نحو سيارة السياح وبدأ في مهاجمتها الحوت الأزرق واحد من أضخم الحيوانات في العالم هي الحيتان الزرقاء والتي يصعب رؤيتها مباشرة لأنها تستوطن المحيطات ونادرا ما تطفو إلى السطح كما ترون في هذا الفيديو كان هذا الصيد على زورقه في رحلة صيد عندما خرجت من الماء مجموعة من الحيتان العملاقة كان أحدها قريبا جدا منه في آخر فيديو تظهر مجموعة من الصيادين النرويجيين على مركبهم عندما ظهرت حيتان على مقربة من مركبهم النمر النمر من أصعب الحيوانات التي تمكن مشاهدتها خلال رحلات السفاري ولكنها عندما تظهر فإن الخطر يصبح حقيقيا فكما تشاهدون في هذا الفيديو تعرضت سيارة مجموعة من الركاب خلال رحلة داخل محمية في الصين لهجوم مجموعة من النمور والتي قامت بتحطيم جزء من العربة بينما كان آخر يضرب الزجاج الخلفية بمخالمه الأسد الأسود هي أكثر الحيوانات التي يرهابها الإنسان ويخشى مواجهتها في البراري ومع ذلك تعجبنا بسبب قوتها وشكلها الرهيب عندما لا تكون مسترخية وتلعب مع صغارها فإنها تكون في مطاردة الفرائس من أجل وجبتها التالية ولكن أفراد قبيلة الماساي الأفريقية يعتبرون تحدي الأسود ومطاردها فعلا شجاعا لذلك يتبع الرجال منهم تقليدا خطيرا وهو استياد هذه الحيوانات الخطيرة تم تداول مقطع الفيديو هذا على مواقع التواصل الاجتماعي يصور شابين يتسابقان في غابة على الدراجات الهوائية فجأة يظهر دب رمادي ضخم وهو يتجه مسرعا نحو المتسابق الأول وما إن رآه الثاني حتى بدأ بالصراخ لإنقاذ صديقه ولحسن الحظ أن الدب غير رأيه فجأة وانسحب موسيقى 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 إلى هنا وصلت نهاية حلقتنا أتمنى أن يعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب اشتركوا في القناة وشاهدوا باقي الفيديوهات قد تعجبكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة موسيقى